أعلمنا جدلا لأنه هكذا مذكرة وقعت من قبل السيد هوشير زيباري في تلك المرحلة نحن نظام برلماني مع جل الاحترامي لما تحدث باستاذ نزار هذا الموضوع لا يأكل ولا يشرب هذا الموضوع أنا أعتقد ما تعتبر وثيقة رسمية يمكن للقوات الأمريكية أن تحتج بها لدى المحاكم الدولية في حال تعرض أي مقاتل أمريكي من قبل أي فرد أو مؤسسة عراقية وأصابت هذا المقاتل استاذ علي استاذ علي هذه الوثائق لا يمكن أن تعتبر وثيقة رسمية باحتبار النظام نظام البرلماني لذلك أي مذكرة أي اتفاقية يجب أن تصادق من قبل البرلمان العراقي وأنا حقيقة مراقبة والله عاش تيدك لا توجد أي وثيقة رسمية عاش تيدك هس خلينا نتفق هس ليس جدل أن الوثيقة حقيقية الشيء الثاني ما تقول به أنت دقيق مئة بالمئة وهذه جريمة أخطر من الجريمة الأخرى أن الحكومة تأقد اتفاقيات وتجلب قوات أمريكية من الخارج وتدخلها إلى البلد بدون موافقة البرلمان العراقي حسنا بحثة سرية زيان والمذكرة سرية هذه الحكومة لماذا لم تحاسب إلى الآن يعني يردونها بيضة يسوونها بيضة يردونها سودة يسوونها سودة أستاذ نجم أستاذ نجم لا متد مع جل احترام لحد الآن يعني هذا الموضوع أثير السبع من قبل أستاذ نزار هذا الموضوع من يقول أنه فعلا يا أخوة سوين في حلقات هذا الموضوع يا أستاذ علي أنت رجال أموانك بالشان السياسي أسأل الحكومة العراقية أنتو الآن أتحد أتحد مركز بحث أمريكي يطلع عندنا هذه الوثيقة ويقول يا أبا موقع من قبل الحكومة الاتحادية هذه السلطة التنفيذية أنا أقصد دون أن يوافق عليها البرلمان العراقي وأنا سلمت لك لو سلمنا جدل فعلا ما يدري أستاذ علي البرلمان ما يدري رئيس الحكومة ووزير الخارجية في سقوط دارش إذن أيضا الوجود إذن الوجود الأمريكي غير قانوني أستاذ نجم نحن ناقش العفو قانونية الوجود الأمريكي حتى من نعرف الموضوع إحنا عندنا مشكلة الآن هل وجود القوات الأمريكية منتدد تقول شون نضرب قوات الجابة الحكومة العراقية التي وقعتها لأتفاخ الحكومة العراقية حتى وإن أقدمت على هذه الخطوة في خطوة غير قانونية إذن وجود القوات الأمريكية أيضا غير قانونة على الأرض العراقية أستاذ نجم خلي أضيف لك يعني أنا قريت بس هذه الفقرة أقرأ لك الفقرة الثانية التي تثبت قانونية هذه المذكرة وبالمناسبة هذه المذكرة صحيحة 100% وموجودة منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية بتوقيع السيد هوش ياردي باري خارجية العراقية نعم الخارجية العراقية ياردت لرقم تالي خساد نزار نعم هاي بـ 22 حزيران 2014 سري 14 328 كم نستعملها؟ لا 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 سري رقم 14 01328 01328 طبعا بالإيجليزي وبالعربي وقد نشرها الدكتور العبادي في مذكراته اللي طلعت عن نصر المستحيل انا قريتها احسن بالصفحة نشرها بالصفحة رقم 319 319 نشر نشر الصورة المذكرة باللغتين العربية ما عندي وقت تقراري النقطة الثانية استاذ نزار الجزء الثاني شوف استاذ نجم احنا عدنا اتفاقية الإطار الاستراتيجي صوت عليها مجلس النواب يعني عقرها بتشريح صحيح؟ ايه وردت في المادة خمسة اكس اللي انشار الى اكس انه اي اتفاق جديد يتم بين الحكومة والامريكان يضاف الى الاتفاقية لذلك ورده في المادة الاخيرة من هذا من هذا السري الكتاب السري شي يقول يقول وتعزيزا للقسم اكس يعني رقم خمسة من اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة التعاون والصداقة بين الطرفين وهذه وافق عليها الجانب العراقي عندما وقع السيد هوشيار زيباري احنا نعم احنا نعرف جيدا امريكا خارجة عن القانون امريكا قاتلة امريكا مجرمة امريكا لا تلتزم بشيء اسم رأي عام امريكا كل شيء لكن يا سيد الكريم امريكا صار لها عشرين سنة تتصرف بالعراق الآن الآن العملة الوطنية العراقية هل ان حكومة السيد السوداني لها السيادة على عملتنا اقول لك استاذ نجم وهذا اللي يخلي وقد يكون يا استاذ الدكتور قد يكون هذا اللي يخلي السيد السوداني ان يتعامل مع الامريكان ستيب باي ستيب لانه احنا فلوسنا واموالنا كلها قد الامريكان فليش مقول يا اخوان خلي الحكومة تتصرف اغلاق الامريكان للدولار راح يموتها من الجوع شوية شوية وخلوا له نشتغل به مع الحكومة لو نشتغل مع الجماعة ياهل يقول انا الصح احنا نمشي وراء لو حكومة ونطيها فرصة تشتغل ونقولهم يا با زين اليوم صار اكورت برة اخرى قصو بصار استاذ نجم بالمناسبة اذا ارادت الحكومة العراقية ان تعيد سيادة الدولة على عملته تدرش شنو لازم يصير هي المشكلة امريكا لازمت لها بالقوانين اللي هي ما تلتزم بها انا وياك لازم يصير تغيير يتم تغيير القانون الرقم اربعة وخمسين لسنة الفين وخمسة قانون البنق المركزي وقانون البرق المركزي هو بحد ذاته مصيبة اللي طبعا صدر يا استاذ نزار يا استاذ نزار باتشل الامريكاني يقول لك الحسابات الدي افي وحماية الاموال جاء بطلب من الحكومة العراقية والوجود الامريكي والوجود الامريكي بالالفين وارباطاش وعودتهم جاء بطلب الحكومة العراقية احنا عايفون وابوه ويركل وراء مرتبوه احنا ليش ما نتكاشف لاجل المصلحة العامة اذا كنا فصائل واذا كنا حشد واذا كنا قوات امنية واذا كنا رئيس وزراء واذا كنا معارضين ليش ما نتكاشف نقول هذا اللي يريدناه من الامريكان حكومات تطلبه تمام له غلال صحيح كلامك صحيح لا والله كلامك صحيح زيال القصة الاخرى قرامك صحيح القصة الاخرى مثل ما انت تقول المعاهدة جاية بتوقيع سري ليش سري ليش سري لازم نسأل السيد طبعا بوقتها كان السري بعدين طبعا نشرت العنوان من المستحمنها رئيس الحكومة العراقية لو وزير الخارجية في وقته لول امريكان لماذا جاءت سري اربعطاش على صفر واحد ثلاث اثنين ثمانية اربعطاش حزيران الفين وربعطاش ليش اخذت عنوان سري لانه هم حقيقة كانوا يعني خجلانين من فقرة منح القوات الامريكية العائدة من الخجلان اسا اقول لك بعدين نفس هذا الناس تم تطبيقه على كل قوات التحالف الدولي من اتشار خجلان استاذ نزار يعني السيد المالكي لانه منح القوات العائدة حسانة كاملة من خلال شنو من خلال منحهم تأشيرات دخول دبلوماسية يعني الان كل عسكري امريكي ودنماركي وهولندي واسباني وفرنسي موجود بالعراق يطب ويطلع للعراق بتأشير الدخول دبلوماسية اخر التعليق سيد علي فضل الله استدكتور نزار خلص الوقت اسف اخر التعليق استاذ علي انا اعتقد حتى من التذكير يعني للتأكيد على عدم صحة هذه الوثيقة انا اعتقد في تلك المرحلة حكومة السيد المالكي كانت حكومة تصريف اعمال فبالتالي مو من حقها قانون دستوريا ان توقع هكذا مذكرات ايضا للتذكير واضافة لما ذهبت الى من تأكيد عدم صحة هذه الوثيقة اللي وقع الوثيقة هو السيد العبادي هذا بالمناسبة لا 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 عن السيد المالكي قدفع على السيد العبادي وكرر هذه العبارة الحكومة في تلك المرحلة حكومة تصريف اعمال يا سيد علي يا سيد علي قلنا الاحترام الجنابك سيد نزار فبالتالي فبالتالي لا يمكن السيد المالكي ان يوقع هكذا اتفاقه استاذ علي استاذ علي انا ارتكتب قبل هذا انا لا احسن والعباس والحسن والعباس حتى لا تبدو شخصنا اذا كان العبادي وذا كان المالكي واذا كان الكاضمي واذا كان نجم الربعي انا اتحدث عن اصل الفكرة بهاي القصة وتثبيتها للتاريخ سيد علي فضل الله الباحث بشأن السياسي الراق تحياتي لك دكتور نزار حيدر من واشنطن محلل سياسي شكرا لكم